سورة الفاتحة وهي سورة التي تلخص مضامين القرآن بكامله كانت مجتملة بشكل واضح بحسب البيانات المتقدمة كانت مجتملة على ذكر إمامة فاطمة حين حدثتكم عن الاستقامة وسورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن حينما تحدثت عن إمامة إبراهيم فإنها تحدثت عن إمامة فاطمة مثل ما بينت لكم فملاك إمامة إبراهيم محمد وآل محمد وفاطمة عنوان بارز فيهم هي جزء بلطفها وفيضها من ملاك إمامة إبراهيم فكيف لا تكون إماما وهي تهب الإمامة لإبراهيم هل هذا الكلام منطقي ماذا تقولون أنتم ومن سورة الفاتحة وسورة البقرة أنتقلوا بكم إلى سورة الأحزاب التي تجتمل على آية التطهير إنها الآية الثالثة والثلاثون بعد البسملة من هذه السورة حشرت هنا على أي حال نحن والمصحف الذي بين أيدينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية واضحة جدا في طهارتهم وطهارة هنا تكون بأوسع معانيها وأعظم تجلياتها هذه الآية تتحدث عن طهارتهم التي تخبر عن عصمتهم التي تخبر عن علمهم طهارة مطلقة تنبئ عن عصمة مطلقة تنبئ عن علم مطلق أقف عند الآية بعض الشيء بحسب ما يسنح به المقام إنما يريد الله هذه إنما هي للحصر وهذا أمر معروف لا حاجة أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة فإنما يعرفها أهل العربية وأهل الأدب العربي هي للحصر للحصر يعني لوضع سياج خاص وبعناية تامة لما يأتي بعدها هذا هو الحصر إنما يريد الله هذه الإرادة هنا إرادة مطلقة هؤلاء الذين يتحدثون عن إرادة تكوينية عن إرادة تشريعية عن غير ذلك لا شأن لي بهم الإرادة هنا إرادة مطلقة هذه إرادة الله يريد الناس أن يقول هناك إرادة تكوينية هناك إرادة تشريعية هناك أنواع أخرى من الإرادة هذا أمر راجع إليه هذه الإرادة إرادة مطلقة ولذا كانت الطهارة مطلقة أيضا والعصمة مطلقة أيضا والعلم مطلقا أيضا من دون حدود لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك تلك هي طهارتهم تلك هي عصمتهم وذلك هو علمهم من الآخر إنما يريد الله إرادة مطلقة في كل ما يمكن أن تنطبق عليه المعاني لهذا العنوان إرادة الله ما يرتبط بأصل الإيجاد ما يرتبط بالتكوين بالتشريع ما بينهما ما دونهما كل هذه العناوين ليست مهمة إن الله يريد وهذه الإرادة إرادة مطلقة تشتمل على كل هذه المعاني وعلى غيرها هذه الإرادة لا يعلم بحقيقتها إلا الله وإلاهم صلوات الله عليه الله وهم يعلمون حقيقة هذه الإرادة لأن الإرادة هذه هي صلتهم بالله وصلة الله بهم فأنا لي ولغيري أن يدرك أبعادها إنما يريد الله إرادة مطلقة من الله إذا ما تحدثنا عن إرادة تكوينية عن إرادة تشريعية عن غير هذه العناوين فهذا كله سيقع في حواش 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 معنى الإرادة إذا كان كلامنا صحيحا مشكلة مراجع الشيعة مشكلة مفسري الشيعة مشكلة علماء الشيعة مشكلة حوزة النجف تفكر بطريقة المخالفين فهم حينما يناقشون موضوعا عقائديا يرتبط بمحمد وآل محمد يذهبون إلى حافة الموضوع ما يسمى بالقدر المتيق من المعلومات وأنا لا أتحدث هنا عن القدر المتيق من المعلومات بميزان الحقيقة وإنما بميزان علم الكلام الذي هو علم للجدل فقط هذا علم ناصبي في تأسيسه وفي كل مفرداته لم يتأسس في أجواء محمد وآل محمد تأسس في أجواء أناس هم في غاية النصب والعداء لمحمد وآل محمد الناس على دين ملوكهم وملوك الناس الخلفاء والعلماء الذين يسيرون في ركابهم فأشاعوا هذا العلم فصار علما مقبولا شائعا بين الناس وجه الأئمة بعض أصحابهم لتداول هذا العلم لأجل المناقشة والمحاججة مع الخصوم لا لأجل أن ننشئ عقائدنا وفقا لتلك الترهات قطعا في مقام الجدل فإننا سنذهب إلى القدر المتيقن الذي يضطر الخصم لقبوله فهذا لا يشكل أساسا للحقيقة وإنما يشكل أساسا للجدل فقط وللمحاجج وما يطرح في أفق المحاججات والمجادلات لا يعد من الحقيقة الكاملة قطعا لا توجد عندنا حقيقة كاملة بالمعنى بالمعنى الحقيقي وإنما بحسب المعطيات المتوفرة لدينا من هنا حينما يأتون للحديث للبحث للدرس للشرح للتفسير للتفصيل لأي شيء من هذا في الدروس في المحاضرات في المؤلفات يتعاملون مع محمد وآل محمد بنفس ذلك المنطق بمنطق القدر المتيقن بحسب قواعد الجدل في علم الكلام وذلك هراء في هراء من هنا يأتي هذا التشقيق هذه إرادة تكوينية تشريعية إلى غير ذلك هذه إرادة الله المطلقة وهؤلاء هم الذين خلقهم الله لأجله الله يخاطب موسى الذي هو من أشياعهم من أنه اصطنعه لنفسه اصطنعتك لنفسي وموسى من أشياع محمد وآل محمد من فاضل طينتهم محمد وآل محمد لهم شأن آخر لابد أن نستعمل لغة أخرى حينما نتحدث عنهم ونستعمل لغة تتناسب مع أشياعهم من المرسلين والأنبياء إلى بقية الأصناف ممن ينطبق عليهم هذا العنوان من أنهم شيعة لمحمد وآل محمد مشكلة كبيرة لا أدري هل نستطيع أن نتجاوزها بعدما وسخت حوزة النجف وتحديدا مراجع النجف وسخوا عقولنا بقذاراتهم وأوساخهم العقائدية الناصبية منذ أن تأسست هذه الحوزة المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة وإلى يومنا هذا إنما يريد الله هذه إرادة مطلقة كل المراتب التي تقع تحت هذا العنوان داخلة فيها والقضية أكبر والقضية أوسع والقضية أعظم إنها إرادة الله أصلة فيما بين الله وبينهم أصلة فيما بينهم وبين الله أين أجد ألفاظا كي أستطيع أن أقرب الفكرة هذه وأساسا هي فكرة مبتورة بقدر المعطيات التي أدركها كما قلت لكم قبل قليل هذا شأن يعرفه الله وهم فقط إنما يريد الله ليذهب عنكم الإذهاب الإزالة الكاملة إنما يريد الله ليذهب عنكم ماذا يذهب عنهم الرتس الرتس في اللغة بالدرجة الأولى القذر المادي عودوا إلى معاجم اللغة الرتس في معاجم اللغة بالدرجة الأولى القذر المادي وبالدرجة الثانية القذر المعنوي عودوا إلى معاجم اللغة ستجدون أن الرتس في لغة العرب بالدرجة الأولى إنه أكثر استعمالا عند العرب في القذارات المادية ويستعمل أيضا في القذارات المعنوية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس بحسب اللغة فإن الرتس هنا يشتمل على المعنيين لا تحديد لمعنى الرتس هنا والرتس في لغة العرب تطلق على القذارة المادية أولا وعلى القذارة المعنوية ثانية نحن الآن إذا أردنا أن نتصفح الكتاب الكريم كي نبحث عن معنى الرتس في قرآننا إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رتسا إلى رتسهم وماتوا وهم كافرون الحديث في الآية التي قبلها وإذا ما أنزلت سورة لا شأن لنا بالتفاصيل سيطول المقام أعود إلى الآية التي هي موطن الشاهد وهي الخامسة والعشرون بعد المئة من سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض مرض القلوب حالة معنوية ليس الحديث هنا عن مرض جسدي عن مرض مادي الحديث هنا عن حالة معنوية وأما الذين في قلوبهم مرض حالة معنوية هذه فزادتهم رجسا قذارة معنوية إلى رجسهم إلى قذارتهم المعنوية وماتوا وهم كافرون فها هو القرآن يستعمل يستعمل الرجس بمعنى القذارة المعنوية والآية هو واضحة جدا أنا اخترت الآيات بانتقاء وإلا فإن القرآن استعمل هذه اللفظة الرجس في مواطن كثيرة والمقام لا يسع للحديث عن كل ذلك وإنما سأذهب إلى ما يرتبط بحديثنا في هذه الحلقة ما يتعلق بآية التطهير فهذه الآية بشكل واضح استعملت الرجس في القذارة المعنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنعام وفي الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة من سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الحديث عن طعام والطعام شيء مادي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه فإنه ريتس قذارة مادية الآية واضحة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير الحديث عن طعام ما هي المصادق ميتة دم مسفوح لحم خنزير يذكرنا هذا بسفاهة مراجع النجف الذين يصدرون الفتاوى بنجاسة دم المعصوم الدم نجس أو دم مسفوحا فإنه ريتس لكن القرآن طهرهم عن هذه النجاسات فكلمة ريتس بحسب القرآن تدل على القذارات المعنوية والقذارات المادية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريتس أو فسقا هنا انتقل الكلام إلى القذارة المعنوية وهذه قرينة واضحة على أن ريتس هنا في القذارة المادية فإنه ريتس أو فسقا أهل لغير الله به الإهلال لغير الله بالذبائح وبالأطعمة بما هو هو قذارة معنوية ما هو بقذارة مادية الطعام يكون قذارة مادية إذا كان محرما أتمنى عليكم أن تعودوا إلى هذه الآية وهي الآية الخامسة والأربعون بعد المئة من سورة الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه طعام مادي إلا أن يكون ميتة شيء مادي أو دم مسفوحا شيء مادي أو لحم خنزير شيء مادي فإنه رتس ولا وجود للقذارة المعنوية هنا لأن الحديث عن نفس هذه الماديات ليس هناك من حديث عن الآثار المعنوية التي تكون قذرة وسيئة لتناول هذه الأطعمة الحديث عن نفس الأطعمة بما هي هي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رتس هذه العناوين عناوين مادية وهذا الرتس رتس مادي أو فسقا أهل لغير الله به إلى آخر الآية فالرتس هنا رتس مادي ولا يقول قائل من أن الرتس في آية التطهير ربما أريد به نوع واحد أريد به المعنوي ولم يرد به المادي هناك آية في سورة المائدة وهي الآية التسعون بعد البسملة هذه الآية تشتمل في الوقت نفسه على قذارات معنوية وعلى قذارات مادية واستعمل القرآن الرتس في آية واحدة وفي لفظة واحدة وفي سياق واحد نذهب إلى فاصل في الآية التسعين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رتس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون الآية جمعت بين القذارات المادية والقذارات المعنوية الخمر من القذارات المادية والميسر القمار من القذارات المعنوية وإلى بقية التفاصيل الأنصاب ما يذبح عندها من القذارات المادية وطقوسها من القذارات المعنوية وكذلك الأزلام أيضا فاستعمال الأزلام هو نحو من أنحاء المقامرة قذارة معنوية ولكن ما يؤخذ من لحوم الذبائح سيكون من القذارات المادية فهذه الآية جمعت بين القذارات المادية والمعنوية في آن واحد فالخمر بما هو خمر بما هو سائل قذارة مادية وما يترتب على تناوله يدخل في القذارات المعنوية وهكذا في بقية التفاصيل أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة الآية واضحة فإن القرآن استعمل هنا الرجس في الآية نفسها في السياق نفسه وبلفظة واحدة وكل المضمون يتحدث في آن واحد عن قذارات مادية وعن قذارات معنوية هذا هو قرآننا فماذا تقول حوزة النجف هذه الحوزة السفيهة الغبية لا أريد أن أقول أكثر من ذلك القرآن استعمل الرجس في القذارة المعنوية مثل ما مر علينا في الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة التوبة واستعمل الرجس في القذارة المادية وبشكل واضح جدا مثل ما مر علينا في الآية الخامسة والأربعين بعد المائة بعد البسملة من سورة الأنعام واستعمل الرجس في القذارتين معا في مصداق كمصداق الميسر قذارة معنوية لكن ما يترتب على الأموال التي تأخذ من الميسر ما يشترى بها أو إذا كانت من المطعومات فإنها ستدخل في القذارات المادية وهكذا بقية التفاصيل فجاءت الآية التسعون بعد البسملة من سورة المائدة تستعمل الرجس في القذارات المادية والمعنوية أعود إلى آية التطهير إلى آيتنا العزيزة وهي الثالثة والثلاثون بعد البسملة من سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس هنا عنوان للقذارات المادية والقذارات المعنوية مثل ما قلت لكم قبل قليل طهارتهم مطلقة في جانبها المادي والمعنوي عصمتهم مطلقة في علمهم علمهم مطلق معصوم في أفكارهم في نواياهم في أحوالهم في عالم شهادتهم وفي عالم غيبهم في حركاتهم في سكناتهم في صوتهم المرتفع وفي صوتهم المخفي المنخفض في كل شأن من شؤونهم إنهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم إنني أتحدث عن هؤلاء لا أتحدث عن غيرهم فهذه الطهارة طهارتهم مطلقة وهذه العصمة عصمتهم مطلقة وهذا العلم علمهم مطلق وهذه الولاية ولايتهم مطلقة وذل كل شيء لكم ولاية مطلقة الولاية المطلقة تترتب على العلم المطلق والعلم المطلق يتفرع عنه العصمة المطلقة وكل ذلك يتفرع عن الطهارة المطلقة وإلا كيف يذل لهم كل شيء بنحو مطلق ولاية مطلقة من دون علم مطلق لا يمكن ذلك فالولاية المطلقة تتفرع على العلم المطلق والعصمة المطلقة تتفرع على العلم المطلق وكل ذلك يتفرع عن الطهارة المطلقة إنها طهارة في كل ما يمكن أن يتصور في كل الاتجاهات لا أريد أن أجعلها محصورة في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي هذا ما نعرفه ونحن ماذا نعرف نحن ماذا نعرف هذا علي الذي لا يعرفه إلا الله ومحمد ماذا نعرف عنه إننا نتحدث بحدودنا يا كميل الأمير يقول يا كميل القلوب أوعية وخيرها أوعاها أكبرها إننا نتحدث بحدود أوعيتنا أكبرت أم صغرت حتى لو كبرت كبرت بحسبنا لا بحسبهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الرجس مثل ما قلت لكم في لغة العرب بالدرجة الأولى في القذارات المادية وبالدرجة الثانية في القذارات المعنوية هذا في لغة العرب في معاجم اللغة عدوا إليها أما في القرآن فقد وضعت الآيات بين أيديكم وأما إذا أردنا أن نحلل هذا العنوان الرجس فهذا العنوان يشتمل على جزئين رجس مع الإفلام التعريف مع أل التعريف أل التعريف في البلاغة والأدب حكايتها حكاية حكاية طويلة هناك أل التعريف التي يقال لها الجنسية نسبة إلى الجنس الجنسية الجنس الذي يشتمل على الأنواع في تصنيف الأشياء وإحصائها وعدها وتبويبها فهناك هناك آل الجنسية وهي على أنواع وهناك آل العهدية وهي على أنواع فآل الجنسية منها آل الحقيقية التي تدخل وتعطي معنى الحقيقة ومنها الاستغراقية لأفراد لأفراد الجنس على نحو الحقيقة ومنها الاستغراقية للخصائص وحتى للأفراد بنحو المجاس وهناك آل العهدية هناك العهد الذكري هناك العهد العلمي وقد يقال له العهد الذهني المعهود ذهنا المعلوم ذهنا وهناك العهد الحضوري وهناك آل الزائدة وهناك آل الموصولة وهناك آل التي تأتي نائبة عن الإضافة وهناك وهناك حكاية طويلة ليس المقام لتناول هذا الموضوع وإن كان نافعا ومفيدا لمعرفة مضامين آيات الكتاب لمعرفة مضامين أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكن البرنامج ما هو للحديث في مثل هذه المطالب أعود إلى كلمة الرتس الرتس معرفة بالألف واللام هذه الألف واللام من النوع الجنسي ويمكن أن تكون لتعريف الحقيقة أو لاستغراق الأفراد والأنواع فإذا كانت لتعريف الحقيقة يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب حقيقة الرتس عنهم صلوات الله عليه وإذا كانت للاستغراق فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذهب عنهم كل أنواع الرتس وهذا يعني إذهاب لحقيقة الرتس الذي يظهر بكل أنواعه كيف نميز بين آل التي تدل على الحقيقة وبين آل التي تدل على استغراقها استيعابها لكل الأفراد لكل الأنواع أهل الأدب هكذا يقولون وهم يصيبون في ذلك يقولون من أن آل الجنسية لا نستطيع أن نحذفها ونترك محلها كلمة كل لا يستقيم المعنى بينما آل الاستغراقية بإمكاننا أن نحذفها وأن نترك مكانها كلمة كل أقرب لكم الفكرة مثلا حين أقول المتدين لا يكذب هل أستطيع أن أقول بعد أن أحذف الألف واللام كل متدين لا يكذب ما هو الكذب كله عند المتدين خصوصا عند أصحاب العمائم المتدين لا يكذب يقصد هنا به وبمضمونه حقيقة التدين فالذي يجتمل على حقيقة التدين لا يكذب وإلا إذا أردنا أن نطبق على الواقع فإن أكثر الذين يوصفون بالمتدينين يكذبون ونحن لا نتحدث في موضوع فلسفي هنا نتحدث في تعابير بحسب العرف بحسب العرف حين يقولون المتدين لا يكذب يقصدون المتدين الذي الذي هو متدين حقيقي حقيقة التدين عنده فلا أستطيع أن أقول بعد أن أحذف الألف واللام كل متدين لا يكذب لكن حينما أقول المصلي حين يصلي الفجر يصلي ركعتين أستطيع أن أحذف الألف واللام وأقول كن مصلي حين يصلي صلاة الفجر يصلي ركعتين فكن مصلي فهنا الألف واللام استغراقية لا أتحدث عن أن الصلاة صحيحة مقبولة باطلة لا شأن لنا بهذا نتحدث عن هذه الجهة من أن المصلي يصلي صلاة الفجر بركعتين فكل مصلي يصلي صلاة الفجر يصلي ركعتين فحينما أقول المصلي حين يصلي صلاة الفجر يصلي ركعتين هذا للاستغراق لذلك يصح الكلام أن أقول كل مصلي بينما المتدين لا يكذب لا يصح الكلام أن أقول كل متدين لا يكذب لأن الكلام الأول كان عن حقيقة التدين نعم إذا كان الكلام عن حقيقة التدين بالنظر إلى الأفراد فحينئذ سيكون الكلام في جهة أخرى حينما نقرأ هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم كل رتس الآية يستقيم معناها فالألف واللام للاستغراق كل أنواع الرتس التي ذكرت في القرآن والتي هي في لغة العرب وأنواع الرتس مادية ومعنوية فهذه الألف واللام من النوع الجنسي للاستغراق والشمول والاستيعاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس الألف واللام استغراقية والرتس مادي ومعنوي بحسب لغة العرب وبحسب الكتاب الكريم فهل هناك من نجاسات مادية عندهم يا مراجعنا الكرام فتاواكم عقائدكم ضللتم أجدادنا وآباءنا وتضللون أنفسكم الآية واضحة صريحة بغض النظر عن الروايات الواضحة الصريحة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت حينما وصل الحديث إلى هذا المستوى من التطهر هم مطهرون من كل أنواع الرتس فلا معنى للنقاش بعد ذلك من أن نساء النبي يدخلن في الآية أو لا يدخلن في الآية لأن الآيات واضحة من أن نساء النبي ما هن بمطهرات في نفس السورة في سورة الأحزاب في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الفاحشة متوقعة من نساء النبي وإلا لما يخاطب الله نساء النبي بهذا الخطاب فالتي يتوقع منهن أن يأتينا بالفواحش لا يمكن أن ينطبق معنى التطهر من كل أنواع الرتس عليه مستحيل هذا هذا هو القرآن في الآية في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب يا نساء النبي لكل نسائه من دون استثناء يا نساء النبي للجميع يا نساء النبي من يأتي من كنة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول هذا النهي يعني أن هذا الأمر يصدر منهن فأين هذا من معنى التطهر المطلق من كل أنواع الرتس في بعده المادي وفي بعده المعنوي وقرن في بيوتكن وعائشة خالفت هذا الأمر وخرجت على جملها إلى البصرة وهذا مصداق واضح وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا يعني أن هذه المعاني تصدر من نساء النبي وهناك ما هو الأكثر إذا ما ذهبنا إلى الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من سورة الأحزاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى طعام غير ناظرين إِنَاه غير ناظرين إِنَاه يعني نُضْجَهُ ولكن إذا دُعِيتم فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ سَأَلْتُمْ نِسَاءَ النَّبِي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب لماذا؟ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن بالنسبة للصحابة لا شأن لنا بهم ولكن بالنسبة لنساء النبي ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِن فهل ينطبق معنى التطهير المطلق على هذه القلوب الآيات واضحة واضحة جدا فلا حاجة للنقاش في أن الآية لا تدخل نساء النبي فيها ما هي الآيات واضحة؟ نساء النبي متوقع منهن أن تصدر الفواحش وأي فواحش؟ فاحشة مُبَيِّنة الفاحشة المُبَيِّنة يمكن أن يخالفنا أمر الله وأمر رسوله في قضية الاستقرار في البيوت وقد خالفته عائشة بشكل واضح يمكن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويمكن ويمكن إلى أن جاءت هذه الآية وهي الثالثة والخمسون بعد البسملة في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لماذا؟ ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن فهل ينطبق معنى التطهير المطلق على مثل هذه القلوب؟ القضية واضحة لا حاجة للنقاش الطويل والكثير في هذه الجهة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هذا البيت هو بيت النبي ما هو ببيت النبي؟ لماذا؟ إنني أتحدث عن البيت الجغرافي في السورة نفسها حينما كان الحديث عن نساء النبي وقرنا في بيوتكم هذه البيوت هي بيت النبي ولكن السورة نسبت هذه البيوت إلى نسائه وجاءت بصيغة الجمع للتمييز عن البيت الذي سيذكر وهو بيت محمد وآل محمد بيت النبي الجغرافي الفيزيائي هو هذا وقرن في بيوتكم لماذا لم تتحدث الآية عن البيت الذي جاء معنونا بأهل البيت لماذا لم يذكر حين ذكرت نساء النبي وإنما جاءت الصيغة هكذا وقرن في بيوتكم فهذه البيوت منسوبة إلى نساء يمكن أن تصدر الفاحشة منهن بحسب الآيات ويمكن ويمكن فتلك بيوت نساء النبي وهو البيت الجغرافي للنبي أما هذا البيت فهذا البيت الحقيقي للنبي فارق بين البيت الحقيقي للنبي وبين البيت الجغرافي الذي كانت تقطنه نساؤه التي يمكن أن يرتكبن الفواحش يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة الآية واضحة وصريحة وإذا ما ذهبنا إلى الآية الثالثة والخمسين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إنها بيوت نسائه لم يأتي الحديث عن بيت واحد عن جم بينما هو في الحقيقة من الجهة الجغرافية هو بيت واحد يجتمل على غرف على حجر على أقسام على أجنح يقولوا ما شئتم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إنها بيوت النساء بيوت نسائه إلى أن تقول الآية وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لا تدخلوا بيوت النبي ذلكم أطهروا لقلوبكم وقلوبهن لاحظوا الاتجاهات التي تتحدث عنها الآيات بخصوص نساء النبي وبخصوص البيت الجغرافي للنبي ولاحظوا الاتجاه الذي تتحدث عنه الآية آية التطهير حينما تتحدث عن بيت له خصوصية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أهل البيت من هم؟ محمد علي فاطمة حسن حسين في زمان نزول الآية وفي استمرار دلالتها الداخلون فقط أبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هذا هو مضمون أهل البيت حينما نقول أهل بيت النبي هذا الاستعمال ليس دقيقا هو استعمال صحيح لأننا حين نقول أهل بيت النبي نخرج النبي من هذا البيت صحيح هو سيده وإنما ننسب البيت إليه كي يتشرف البيت بالنسبة إلى محمد هذه مقاصد بلاغية مقاصد أدبية لكننا إذا أردنا أن نتحدث بمقصد الحقيقة فإن أهل البيت محمد أوله هذا بيت محمد وآل محمد هؤلاء هم أهل بيت محمد وآل محمد حينما نقول إنهم أهل بيت محمد تشريفا للبيت لشرف محمد صلى الله عليه وآله هذه مقاصد أدبية مقاصد بلاغية في التعابير إذا كان الحديث بلسان الحقيقة أن نقول أهل بيت محمد وآل محمد هم نفسهم محمد علي فاطمة وأبناء وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم هؤلاء هم أهل البيت هناك مراتب من أبنائهم من شيعتهم يلحقون بهذا العنوان تلك أمور تارة وقرن في بيوت كن وتارة لا تدخل بيوت النبي هي هي هذه البيوت هي تلك البيوت هذا هو البيت الجغرافي الفيزيائي وتلاحظون أن الحديث عن الأوضاع والأحوال التي ترتبط بهذا البيت الجغرافي إنها كأحوالنا فهنا في الآية الثالثة والخمسين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا إذا ما دعاهم النبي مثلا إلى طعام عشاء فقبل العشاء بوقت طويل يذهبون ينتظرون متى ينضج الطعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام بشرط غير ناظرين إنا لا تذهبوا قبل أن يطبخ الطعام وتؤذو رسول الله صلى الله عليه وآله والآيات التي مرت عن توقع الفواحش من نساء النبي إلى غير ذلك من التفاصيل التي أشير إليها في سورة الأحزاب فكل هذا لا علاقة له بآية التطهير ما أنا قلت لكم حشروها حشرا هنا على أي حال نحن هو المصحف الذي بين أيدينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير هذه الألف واللام في لفظة البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الألف واللام من أي نوع من أنواع الألف واللام هل هي من الجنسية من العهدية من الزائدة إنها من العهدية فهذا عنوان معهود هل هو من العهد الذكري أبدا قطعا الألف واللام هنا ليست من العهد الذكري من مراد من العهد الذكري المراد من العهد الذكري على سبيل المثال أعطيك كتابا أقول لك خذ كتابا من هذه الكتب خذ كتابا وقرأ الكتاب الألف واللام هنا تشير إلى الكتاب الذي ذكرته أولا وقرأ الكتاب يعني الكتاب الذي أعطيتك إياه فيقال للألف واللام هنا للعهد الذكري لأن الذي عرف بالألف واللام قد ذكر قبل قليل أعطيك كتابا أقول لك خذ كتابا من هذه الكتب وقرأ الكتاب عهد ذكري عهد علمي أو ذهني مثلا المدير العام يقول لسائقه جئني بالسيارة هناك سيارات كثيرة في هذه الدائرة في هذه الشركة التي يترأسها هذا المدير العام والمدير العام يريد الخروج لتفقد بعض النشاطات في دائرته أو في شركته معلوم عند السائق من أن المدير العام إذا أراد أن يذهب للتفقد في بنايات شركته ودائرته فإنه يستعمل سيارة خاصة فحينما يقول له المدير العام يقول لسائقه جئني بالسيارة وما أشار إلى لونها إلى ماركتها إلى أي صفة من أوصافها السائق يعرف ذلك لأن الأمر معلوم عنده فيقال للألف واللام هذه للعهد العلمي للعهد الذهني مثل ما يقول رب الأسرة لأحد أفراد أسرته يريد الجلوس في الحديقة في حديقة البيت وهو قد اعتاد أن يجلس على كرسي معين فيقول له جئني بالكرسي بالكرسي المعهود في ذهن أفراد أسرته فهذه وإنما أتركها لحلقة يوم غد أتمنى أن تتابعوا الإعادة كي تتذكروا المضامين التي أشرت إليها في هذه الحلقة بخصوص آية التطهير هذه المضامين مهمة جدا هذه آية التطهير الآية المركزية في عقيدتنا في حديثنا في ثقافتنا عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان بودي أن أخف طويلا وطويلا وطويلا عند هذه الآية كي أفككها لكم حرفا حرفا لكنني ماذا أصنع لهذا الوقت وأيام شهر رمضان تجري وأنا أبذل قصارى جهدي أن أكمل لكم الخارطة العقائدية لعقيدتنا السليمة خلال هذا الشهر الشريف ترجمة نانسي قنقر